المقامة المغزلية حدثنا عيسى بن هشام قال دخلت البصرة وأنا متسع الصيت كثير الذكر فدخل إلي فتيان فقال أحدهما أيد الله الشيخ دخل هذا الفتى دارنا فأخذ قبج سنار برأسه دوار بوسطه زنار وفلك دوار رخيم الصوت إنصر سريع الكر إنفر طويل الذيل إنجر نحيف المنطق ضعيف المقرطق في قدر الحرر مقيم بالحضر لا يخلو من السفر إن أودع شيئا رد وإن كلف سيرا جد وإن أجر حبلا مد هناك عظم وخشب وفيه مال ونشب وقبل وبعد فقال الفتى نعم أيد الله الشيخ لأنه غصبني على مرهف سنانه مذلق أسنانه أولاده أعوانه تفريق شمل شانه مواثب لصاحبه معلق بشاربه مشتبك الأنياب في الشيب والشباب حلو مليح الشكل ضاو زهيد الأكل رام كثير النبلي حوف اللحا والسبلي فقلت للأول رد عليه المشط ليرد عليك المغزل